موسيقى هو الملح في الكتاب المقدس وأيضا في الزمان القديم قبل اختراع المبردات كان الوسيلة المثلة للحفظ من الفساد وهنا الرب لأنه إله قدوس ويكره الخطية بيقول حاجة مهمة أوي عن عمل النار كل واحد يملح بنار النار لها علاقة بالمؤمنين فعلا لها علاقة بالمؤمنين بتأديبات إن أدبت الإنسان من أجل إثمه أثنيت مثل العثي مشتهاء وأيضا يعني النار بتمتحن إيمان المؤمن الآن والنار ستمتحن أعمال المؤمن عندما يقف أمام كرسي المسيح لكن ماذا عن الخاطئ الله يكره الخطية ومن لم يتب عنها هنا في الزمان الحاضر تنتظره أبدية في النار وده اللي قاله الرب في الآيات السابقة ثلاث مرات يقول حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ في عدد أربعة واربعين ستة واربعين وتمانية واربعين ثلاث مرات بيكرر الآية دي إيه فايدة النار بالنسبة للخاطي طبعا للخاطي مش سعيد بالنار ليه الله حيحط الخاطي في النار لأن النار حتوقف عمل الفساد يعني هو يظل يرتكب النجاسة والفساد حتى النهاية لما بتيجي النار مش ممكن حتبقى الواحد بيكتاز في النار وبيفكر في الدنس والفساد لا يمكن لماذا رمض الرب مدينتي سدوم وعمورة لأن الشعب كان في منتهى النجاسة والله قدوس ومع الانذارات لم يستفد لذلك في نار في هذه الليات بيتكلم لغير المؤمنين أعتقد نحط المبدأ عام بالنسبة للخاطي قدامه أبدية طويلة لا تنتهي في النار بالنسبة للمؤمن أحيانا التجارب بتبقى عاملة زي النار وبتمنعنا عن التماد والاسترسال في النجاسة والفساد لأن المسيح في عزته على الجبل قال للمؤمنين أو لأتباعه أنتم ملح الأرض صحيح ونفس التعبير قال إن فسد الملح فبماذا يملح هم يتكلم عن الفكرة النار أيوة يعني إذا وصل لدرجة الفساد لا فيش حاجة غير النار غير النار وعشان كده يقول وكل ذبيحة تملح بملح طبعا كل ذبيحة تملح بملح بترجعنا إلى سفر اللويين لما الذباح كانت تحتاج إلى ملح لكن هنا بيقصد معنى روحي تقدم أكسادكم ذبيحة فالمؤمن ذبيحة كيف يحفظ المؤمن من الفساد هل بالنار لا الرب يضطر استخدام النار أحيانا لكن مفروض في المؤمن أنه لأنه بيحب الرب لأنه عنده روح قدس لأنه بيحفظ الكلمة المقدسة كل ذبيحة تملح بنار وبعدها يقول ليكن لكم في أنفسكم ملح بس بعدها يقول وسالموا بعضكم بعضا ليه لأن أحيانا الملح ملح القدسة بيخلي الواحد أحيانا زي ما بيقوله أجريسف شوية الرب لا مش عايزنا نعمل كده عاوزنا نبقى منفصلين عن الشرل لكن نحب كل الناس أحب الخاطئ وما حبش الخطي ودي المعادلة الصعبة لكن ربنا كان كده كان بيأكل مع العشرين والخطاط هل معنى ذلك أنه كان متسايف في حياته حاشة عشان كده بيقول ليأكل لكم في أنفسكم ملح القداسة وسالموا عيشوا بالسلام ربنا بيحب أن المؤمن يعيش في سلام اشتركوا في القناة